اشتركوا في القناة هذه من مشاهد يوم القيامة الله عز وجل أرى النبي عليه الصلاة والسلام مشاهد من مشاهد يوم القيامة هل ما يقول لكم مثلا أبر رمضان بأسبوعين أحطوكم ويبدأ بمجchiðر رمضان هذه مقطع عشرة ثواني خمستعشر ثانية الله عز وجل أرى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد من مشاهد يوم القيامة لما عرج بي مررت بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم قال لا مو معنى يأكلون لحوم الناس يعني بيأكل لحمه بيأكل لحمه عن طريق الغيبة والنميمة لا تفكروا الغيبة والنميمة شغلة سهلة هو سبحان الله اللسان حجمه صغير لكن يودي بالإنسان في الكبائر هذا اللسان وهلا اللسان اللي عم يساعده أصبيع الإيدين أصبعوا واحد الأصبع صار عبارة عن معبر عن اللسان فلينتبه الإنسان هذا لسانك تكتب هيك هتعبر عما في لسانك على وسائل التواصل شو عم يساعدون يخمشون وجوههم وصدورهم من هؤلاء يا أخي يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم لذلك جعل الله عز وجل الصمت إنما هو حكمة النبي عليه الصلاة والسلام قال الصمت حكم وقليل فاعله لما تشوف الواحد قال لي الحكي بهذا الزمان هذا عم يكسب حسنات قال لي تلحكي حسنات لا نريد منك أن تقول خير كتير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مررت بقوم يأكلون الجيف الجيف شيء المنفوخ الميت اللي صر له يعني الشات اللي صر له عشرة أيام ميته هذه الها رائحة قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس يا لطيف يا لطيف يا أخوان الكرام يوم القيامة مو بعيد هل الواحد بيكون أبو يعني بين الظهرانين بيقول لسه مطول وما بدي موت وكذا ما بيلاقي إلا راح وراح جده قبل منه وراح الأكابر وراح والأغنياء كلهم سيفيدون على الله عز وجل هون المشاهد بقى هذا بدي أكل جيفة وهذا يخمشون وعن أناس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقارض من نار من أين عمي مسكوهون من هون حطيك وينقام تنقام الشفة شوفوا الشفة سبحان الله شفة من أرق ما خلق الله عز وجل في جسم الإنسان نعمة لكن تشوف شغلة صغيرة تلاقيها تنزوف جاي شغلة من نار أو أنها تغلي بالنار يأخذونها هكذا وينزعونها فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال الخطباء من أمتك يا لطيف ولأنا لما حضر الدرس قلت الله يعين الخطباء الله يعين الخطباء شوها المسؤولية قال الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم الخطيب الله يعينه الخطيب ولا الإمام ولا الواعظ لكم بدي طبق لا تنهى عن خلق حتى أنت كأب لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه ضب موبايلك لشوف ولا تفتح ونام طيب وإذا شافك عم تفتح أنت وإذا شاف صوت الموبايل تبعك أنت واصل للغرفة الثانية هذا ليس من أساليبي التربية هاي مشاهد من مشاهد يوم القيامة المشاهد كتيري بس أنا جبت لكم ثلاث مشاهد إن شاء الله رب عز وجل يجعلنا وإياكم من المقبولين شكرا